كنا بغين كونين فرحانين في هذا الدنيا أولا سعادة لكن الكثير ديال الناس تقولك ما عرفش عليش الدنيا شد دمعي الضد تنجي أملي من؟ تنجي ني من الشمال تنجيها من الفوق تضرب لي من التحت ما عرفش الدنيا عليش شد دمعي على الاكس ما عمرها بدقود معايا وهذا هو اللي مخليني أنا ما عمرني عايش في سعادة في حياتي وش فعلا الظروف الخارجية؟ هي لا تخلينا ما نكونش في سعادة في حياتنا والسعادة عندها علاقة بأمر داخلي لأن أكبر خطأ تدري هناش في السعادة هو أنها تيرطوها بأشياء تتلقى واحدة تقولك شتي أنا ما عمرني غنكون سعيدة إلا لاتزوجت أو لا واحدة يقولك شتي أنا ما غنخدم ونحقق ذاتي غادي نكون سعيد أو غيرها لكن هنا ما تيرطوش لبل أنهم تيرطوها بجوجة اللحظات وموقف قبل ما يوصلوا لهذه الحاجة ومن بعد ما يوصلوا لها تعيشوا في حيرة وفي ألم وش غنوصلوا ولا ما غنوصلوش أها ومن هتي يوصلوا؟ تعاودوا يعيشوا في حيرة وش غادي تبقى؟ ولا غادي يفقدوها؟ فبتالي لابدت تكون سعيد في هذه الحياة هذه ما تربطها بالتشي حاجة أربطها بأنك تستمتع في كل حدا من حياتك أربطها بأنك تكون مرتاح في أمور حياتك وأهم حاجات تخلص منها لابدت تكون سعيد هي أكثر تلفهامات حيث الناس الأقدام تقولوا ما في لهم غير اللي تيفهم والفهمة هنايا ما تنقصوش بها المعريفة والعلم والدكاء وهذه الحوجات هذه كاملة وكنت نقصو بها حاجة وحدة اللي هي حنا كنت نقولوه دوي خوي أو في التحليل بزاف دي القياس أو الفهيمية أو غيرها يعني دي كل الناس اللي تحللو كترة من القياس تقول لي واحد كلمة تخرج منها كلام كتير إلا ما يخرج منها جرائد ومجلات بتتقول لي واحدة أو بتوقع واحد الموقفة بسيط وطاريف وعادي ما تيخليش هكاك وكنت يزيدك كبر منه وكتر منه فبالتالي إلا بغينا نعيشه السعادة في حياتنا لذا بقاوش نحللو كتر من القياس ونفهموه غير ذلك الشي اللي تتقل لنا بشكل مباشر ونحن نتلقى بكم في حلقة أخرى تلو فريسكو